تحية لكم مشاهدين الكرام التقاني الاسبوع معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم ضمن فقرة صداء الرياضة لهذا اليوم سنكمل مشوار تغطية صداء الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث رياضية وآراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين العراقيين حول المشهد الرياضي العراقي مشاهدين بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج خليكم ويانا نجدد الترحب بكم مشاهدين الكرام انطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية والتي نبدأها مع المباريات الودية المقبلة لمنتخبنا الوطني بكرة القدم اذ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الأوزبكي بشأن رغبة الأخير بإقامة مباراة ودية بين المنتخبين استعدادا لكأس آسيا 2019 وقال عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد حسين الخرساني إن الاتحاد الأوزبكي أرسل كتابا رسميا إلى اتحاد الكرة العراقي لإقامة المباراة الودية في العاصمة الأوزبكية طاشقند وأضاف الخرساني أن الاتحاد أرسل الكتاب إلى لجنة المنتخبات من أجل مناقشته مع الجهاز التدريبي للمنتخب وفي حال لم يتعارض موعد المباراة مع المباراة الودية الأخرى لأسود الرافدين سيوافق الاتحاد على خوض المباراة يذكر أن المنتخبة الوطنية سيواجه منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية وديا قبل انطلاق بطولة كأس آسيا المقررة إقامتها في كانون الثاني من العام المقبل مشاهدين الكرام يبدو أننا سنبقى مع الاتحاد العراقي لكرة القدم إذ أكد الاتحاد الكروي عدم علاقته برابطة اللاعبين الدوليين القدامى التي يترأسها اللاعب الدولي السابق هاشم عبداللطيف مبينا أن الهويات التي تصدرها الرابطة هي باطلة رغم أنها تحمل اسم الاتحاد وقال أحد أعضاء الاتحاد أن اتحاد الكرة غير معني مطلقا بهذه الهويات وأضاف أن الاتحاد يعترف فقط بالرابطة التي تم انتخاباتها مؤخرا وفاز برئاستها اللاعب الدولي يونس محمود مشاهدين الكرام هذه انتقالة إلى كرة السلة حيث كشف أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الدكتور خالد نجم عن موافقة الاتحاد على المشاركة في منافسات بطولة البحرين الدولية التي من المقرر أن تقام الشهر الحالي وذلك استعدادا لخوض جولة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال الصين عام 2019 وأضح نجم أن منافسات بطولة البحرين الدولية باللعبة ستقام في العاصمة المنامة ما بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي وبمشاركة عدة منتخبات عربية وقرية ستكون البطولة الدولية خير محطة أعداد لمنتخبنا الوطني الذي تنتظره مباراتين في غاية الأهمية أمام منتخبي كازاخستان وقطر يومي التاسع والعشرين من شهر حزيران والثاني من شهر تموز المقبلين وذلك في العاصمة القطرية الدوحة ضمن تصفيات القرى الأسوية المؤهلة لنهايات كأس العالم في الصين العام المقبل أضاف الدكتور خالد نجم أن المنتخب الوطني من المؤمل أن يتجمع في العاصمة بغداد ابتداء من يوم الثامن عشر من الشهر الحالي تحت إشراف المدرب التركي مصطفى دارين وجهازه الفني المساعد على أن تكون المغادرة إلى العاصمة المنامة يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه للمشاركة في منافسات البطولة الودية هناك يذكر أن منتخبنا الوطني بكرة السلة يحتل المركز الثالثة في مجموعاته ضمن التصفيات الأسوية المؤهلة إلى مونديال الصين عام 2019 والتي تضم أيضا منتخبات إيران وأسباكستان وقطر متواصلين معكم مشاهدين الكرام أما في كرة اليد يستأنف منتخب شباب العراق بكرة اليد وحداته التدريبية استعدادا للبطولة العربية التي ستنطلق أواخر شهر حزيران المقبل ووجه الجهاز التدريبي لمنتخبنا الشبابي بقيادة المدرب خالد عدنان الدعوة لواحد وعشرين لاعبا للالتحاق بمعسكر المنتخب والذي سيقام على قاعة المدرسة التخصصية ومن المقرر أن يشارك منتخب الشباب في البطولة العربية أواخر حزيران المقبل قبل المشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم منتصف تموز المقبل إذن مشاهدين الكرام كنا مع مجموعة من الأخبار المحلية الخاصة بالمتخبات الوطنية بالتأكيد سنتحول إلى موضوع آخر ضمن برامج إعادة تأهيل مصابي الحرب في الموصل أقيمت مباراة بكرة القدم في مدينة أربيل بين فريقين يضمان لاعبين شملتهم البرامج الخاصة لزراعة الأطراف الصناعية المقدمة من المنظمات الخيرية وذلك بهدف تحسين حركتهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وفعلا أثبتوا من خلال هذا التجمع تمسكهم بالأمل والحياة وهم يمارسون الحياة الطبيعية والنشاط الرياضي بكل عزيمة وإصرار مشاهدين التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الوقفة التالية دعونا نتابعا ضمن حملة إعادة الحياة إلى ضحايا الحرب اللعينة في العراق وتحديدا لمصابي مدينة الموصل أقيمت مباراة بكرة القدم في مدينة أربيل بين لاعبي فريقين شملتهم وخدمتهم برامج زراعة الأطراف الصناعية المقدمة من المنظمات الخيرية وقد ساهمت هذه المنظمات بإعادة الأمل لهذه المجموعة من المصابين بعد تحسين حركتهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم خلال النشاط هذا الذي صار قمنا بتزويدهم بأطراف صناعية الأطراف الصناعية تعيدهم للحياة وشفنا النشاط اليوم مثلا عبارة عن نشاط بسيط هو عبارة عن لعبة رياضية بس تعيدهم الثقة بنفسهم أنهم أماك فرقهم فرعا شخص آخر يقدر يمارس حياته يقدر يمارس نشاطاته الرياضية صوبت بالموصل لحياة أرهاب صوبنا وبعدها سجلنا من المنظمات خابرتنا وهي نقلتنا من الموصل إلى أربيل وزرعونا هذه الأطراف الصناعية يعني دور المنظمات كان مهم جدا وإحنا حاليا زرعونا الأطراف ودربنا عليها كملنا وحاليا سيحنا جاينا عبياناتنا فريقين كرة قدم طوبة فإحنا يعني والحمد لله اللي هي مثل ما يقول الله ثم المنظمات يعني ما غصرت وجودها كان مهم جدا في الحياة وأي واحد أي معاقع يعني لا يفقد الأمل ورغم شدة وقساوة الإصابات التي تعرض لها أبناء مدينة أم الربيعين ومنها فقدانهم لأطراف من أجسادهم إلا أن المشاركين من المتضررين أثبتوا من خلال هذا النشاط الرياضي تمسكهم بالأمل والحياة وهم يمارسون حياتهم الطبيعية ونشاطاتهم الرياضية بكل إصرار وعزيمة وتحد حالهم حال أي شخص آخر غير مصاب قبل كنت ألعب طوبة عندما صارت هذه الحرب في عمليات التحرير في الموصل مصابيت بطرساقين تحت الركب الآن بعد تسع وتشعر مليا صابت لم أكن مشد إطراف صناعية لكن هذه المباراة أيضا خلت لنا نصير أمل بعد أزيد بالحياة وكلما الثلاثة المباراة صارت مرة ثانية يعني خلت لنا أمل بعد أزيد بالحياة أنه نقدر نسوي أي شيء بالنسبة لي أنا طالب مدرسة وإن شاء الله أرجع يعني بما نخلو الإطراف بعد أرجع إن شاء الله شل الدراسة وكمل حياتي كي نحن أستعمل طلاب والعامل والشيء ما حدي له هسا تعوقنا سبب هذه الحروب من طالب نجات المعنية المسؤولين حكومة العراقية أنه نظروننا بأنه مساعدة يساعدوننا ويبقى هذا التجمع عبارة عن نشاط رياضي بسيط الهدف منه إعادة الروح لمبتوري الأطراف لتأهيلهم نفسيا وبدنيا لكن الجانب الأكبر والأهم أيضا هو الدعم الحكومي فالحياة لها أبعاد أخرى وحقوق ومتطلبات ضرورية مثل تهيئة أجواء العيش في المجتمع بشكل طبيعي المتمثل في إيجاد فرص العمل وتوفير مستلزمات الدراسة والعناية الصحية والخدمات الاجتماعية والآن مشاهدين الكرام مع مجموعة من الأخبار العالمية المنوعة ونبدأها مع نجمنا العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي توجه بلقب هدف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات البطولة سجل صلاح هدفا لفريقه من أصل أربعة أهداف مرمى برايتون ليضمن الريدز تأهله لدور أبطال أوروبا بالموسم المقبل وذلك لاحتلاله المركز الرابع برصيد 75 نقطة أنهى صلاح الموسم برصيد 32 هدفا وبفارق هدفين عن منافسه مهاجم توتنام هاريكين الذي سجل بدوره 30 هدفا كان صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وحصد أيضا كذلك على جائزتي الأفضل في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز متواصلين معكم مشاهدين أكرام سنبقى مع أخبار نجوم الساحرة المستديرة وتحديدا مع نجوم العرب في الدوري الإنجليزي إذ أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لا زال مهتما بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم لستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحاول فريق مانشستر سيتي ضم الدولي الجزائري خلال الانتقالات الشتوية الماضية ولكن نادي لستر سيتي أبدأ تمسكه الشديد بخدماته بعد رفض إتمام الصفقة وتابعت الصحيفة قولها أن رياض محرز سيكون أول صفقات نادي مانشستر سيتي في الصيف المقبل سجل رياض محرز 12 هدفا وصنع 11 خلال 40 مباراة مع لستر سيتي في الموسم الحالي سنبقى مشاهدين الكرام مع نجوم الدوري الإنجليزي حيث كشفت أحدث التقارير الصحفية الواردة من إنجلترا أن وايروني لاعب مانشستر يونيتد سابقا وفريق إيفرتون حاليا بات على مقربة من الانتقال إلى الدوري الأمريكي وشخصت التقارير أن النجم الإنجليزي سينتقل إلى فريق دي سي يونيتد الأمريكي في نهاية الموسم الحالي وأضافت التقارير أن روني غاب عن التدريبات الاستعدادية لمواجهة فريق ويستهام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وأشارت إلى أن روني كان حريصا على توديع زملائه والطاقم الفني والإداري للفريق في خطوة تؤكد صحة رحيل روني إلى الولايات المتحدة مستمر معكم مشاهدين الكرام سنتحول هذه المرة إلى إسبانيا إذ أكد مدرب ريال مدريد الإسباني بكلة القدم زين الدين زيدان جاهزية لاعبه للمباراة النهائية لدوري أطار أوروبا أمام ليفر بول الإنجليزي في السادس والعشرين من الشهر الحالي وقال زيدان في تصريحاته الصحفية إنه من الجيد الوصول إلى المباراة النهائية واعتقد أن جميع الفريق مستعد للنهاء المنتظر وأضاف زيدان أن لاعبي الفريق سعداء من أجل الفوز الذي حققه الفريق الملكي أمام الجماهير في آخر مباراة لهذا الموسم على ملعب سانتياغو برنابيو فضلا عن الأداء الجيد الذي قدمه جميع اللاعبين يشار إلى أن فريق ريال مدريد حقق فوزا ساحقا على ضيفه سلتافيغو بسداسية نظيفة ضمن الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الليجة إذن مشاهدين الكرام متواسطين معكم الآن وقفة مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص خليكم ويانا في التنس تويج الألماني أليكساندر زيفيريف بطل لدورة مدريد رابع دورات الماسترز للألف نقطة وخطف زيفيريف لقب البطولة بعد فوزه السهل على النمساوي ديمونيك تيم بستة أربعة وستة أربعة كرويا نجح نادي يوفنتوس رسميا في حسم بطولة الدور الإيطالي لصالحه بعد التعادل السلبي أمام روما وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيدة العجوز إلى 92 نقطة بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي حقق الفوز على حساب سامبادوريا بهدفين نظيفين ضمن الجولة السابعة والثلاثين وضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدور الإسباني بكرة القدم الحق فريق ليفانتي أول هزيمة بضيفه برشلونة حامل لقب الليغا في الموسم الحالي بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة وبذلك تجمد رصيد برشلونة عند النقطة التسعين بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في الدور الإنجليزي الممتاز بكرة القدم حقق فريق مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بجمعه لمائة نقطة أنهى بها موسمه الحالي وذلك بفوزه الصعب على سوث هامتن بهدف وحيد جاء بتوقيع البرازيل جيسيوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وفي الدور الإنجليزي أيضا عزز مانشستر يونيتد موقعه الثاني من الترتيب بفوزه على ضيفه واتفورد بهدف دون رد جاء عبر لاعبه ماركوس راشفورد وأمن فريق توتنهام المركز الثالث بفوز مثير على ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل أربعة وفريق ليفربول ينهي الموسم الحالي في المركز الرابع ضمن الترتيب العام بعد فوزه بارباعية نظيفة على فريق برايتون جمهنا الرياضي الآن مع لعبة كرة اليد وهذه الفعالية المهمة في الرياضة العراقية التي أفرزت لنا أسماء وعناصر فذة ومواهب مميزة خلال السنوات الماضية وكانت كرة اليد العراقية ركيزة وفعالة مع الفعاليات الأخرى وكانت حاضرة وبقوة على كل المستويات المحلية والعربية والآسيوية للتعرف على انعكاسات وتراجع وتباين المستوى العام لللعبة وأبعاد هذا الأمر على كرة اليد العراقية سينضم معنا أحد العلامات البارزة في عالم كرة اليد العراقية الكابتن القدير ظافر صاحب المدير الفني لمنتخبنا العراقي ونادي الشرطة بالتأكيد اسم وتاريخ معروف في الرياضة العراقية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص نرحب بك كابتن ظافر أجمل ترحيب في صدر رياضة أهلا وسهلا فيك وبصدر المشاهدين اللي متابعين في قناتكم الكريمة سنبدأ من مسابقة الدوري العراقي بكرة اليد لأهمية الدوري وطبعا انعكاسات قوة الدوري على المستوى العام هل تجد المستوى العام للدوري يعني يلبي الطموح؟ هل الطريقة والآلية التي يدار بها الدوري هي ناجحة؟ يعني حضرتك كيف تجد الطرق المفيدة والضرورية للمنافسة ونجاح دورينا؟ لا أنا أعتقد أنه إحنا بيننا وبين الطموح فيه فجوة كبيرة يعني أما إذا نتكلم على طموحاتنا طموحنا إحنا دوري غير دوري على مستوى عالي دوري به يعني فيه كثير من النواقص الآن في إحنا فهذا يتهي لدوري اللي إحنا به الآن يعني دوري ضعيف فقير ما يغني كرة اليد الحقيقة ولا يلبي طموحاتنا أسد يقول لي ليش؟ لا عدد المباراة لآلية الدوري حتى نظام الدوري رأي للتحديد رأي للترتيب إحنا الآن نلعب ما يعادل نلعب بحدود من فوق 22-23 مباراة بالموسم وهذا ربع ما يلعبوا العالم بالألعاب الجماعية يعني إحنا المفروض نلعب بالموسم 45 مباراة بالموسم حتى ترتقي مستوى اللاعبين إحنا الآن جاء نلعب كل الدوري وإحنا أبطال الدوري الآن كنادي الشرطة جاء نلعب أكثر 20 أو 22 مباراة بالموسم وهذا أبدا قليل جدا نحن نتدرب أكثر بكثير بما نحتاجه باللعب يعني إحنا المفروض نظام مسابقاتنا أفضل من هذا ويكثر عدد المباريات لازم تكثر عدد المباريات ومعناها لازم نغير نظام المسابقات كابتن ظافر يعني حضرتك مدربا لنادي الشرطة المتوج باللقب وأيضا يعني معظم لاعبي الشرطة بالمنتخب الذي أنت أيضا مديرا فنيا للمنتخب يعني ألا ترى بأن هذه العوامل هي مساهمة بشكل كبير يعني لتكونوا دائما أنتم في الطليعة أم يعني العكس هو الصحيح المحافظة على الصدارة جاء من جهد مبذول ولمسات فنية يعني وعمل إداري وتنظيمي مدروس بالتأكيد أرجو المعذرة مسبقا يعني ربما سؤالي فيه أبعاد أخرى لكن يعني بالتأكيد النواية هي طيبة الحقيقة هذا السؤال أنا يعني أحب داما أجاوب علي رغم أنه أنا أنزعج من عندك كثير إحنا عدنا حوالي 8 لعبة منتخب وطني في غيرنا بقية الألعاب الجماعية نسبة لعبي المنتخب الوطني أعلى من هاي بكثير إن كان بالباسكت إن كان بالكرة القدم بس تلقي إنجازات غير متحققة هذا الفريق الثلاث مواسم متتالية بطل دوري لن يخسر في مباريات الدوري بثلث سنوات ولا مباراة هذا الفريق هذا ما أجاب لاش ولا أجاب لأنه لعبة منتخب وطني الحقيقة أكون ضباط عالي عندنا إحنا عندنا منظومة متكاملة عندنا إدارة فنية عندنا الأخوان المساعدين ويعني فيه تفاعل مع اللاعبين إحنا مجموعة لعبينتنا مثقفة ثقافة رياضية عالية لأنه أنا شخصيا هذا الموسم الخامس معاهم وليس الثالث موسمين في نفط الجنوب قبل ما نجي للشرطة يعني حوالي هما السبع لعبة أو الثمانية لعبة منتخب واتعبنا إلى أن وصلناهم إلى هذه المرحلة إلى أن ثقافة البطل كيف يدرب كيف يأكل كيف يركز كيف الآن ها سمونا في عطلة هما يتدربون بالجن ويتدربون السباحة يعني عدم ثقافة البطل حتى يكون جاهز للموسم الجاي أعتقد أنه إحنا بتكاتف هاي الحلقات الإدارية والإدارية الفنية واللاعبين هو يتهيلي هو سبب الإنجاز فإحنا كنا مصممين على أنه نحافظ على إنجازنا أما سألتني قلت لي الأكثر مكانيات مادية ما حدي صديق راح أطيك خير المعلومة إحنا خلصنا الدوري الآن ومنافسنا كان الجيش الجيش أخذ كل مستحقات المالية الموسم هذا اللي خلص إحنا لحدنا بقتلنا الدفعة الثانية والثالثة فإحنا ليس أفضل حالا من البقية لأنه إحنا أكثر أكثر من شهر محجوز على حساب النادي وفي أزمة بس إحنا مع ذلك قررنا نكفي الموسم حتى نحافظ على بطولاتنا حتى بعد موجود المال طيب كابتن يعني سأتحدث عن المستوى العام كيف تقيم لعبة كرة تريد في العراق اليوم هل هناك بوادر للتطور بوادر للارتقاء بالمستوى العام أم أن هذه اللعبة فعلا هي في أزمة حقيقية الحقيقة لنحكي عن موضوع كرة تشد بالعراق فهو موضوع طويل وعريض وإرادة لأيام وأشهر وبحوث إرادة الحقيقة إحنا الآن عندنا شوية بصورة عامة بالوسط الرياضة عندنا فوضى بغياب أنظمة وقوانين ولوائح كثيرة تنظم العمل الرياضة إحنا في فوضى إن كان على مستوى اتحادات أو إن كان على مستوى أندي فإحنا بصورة عامة بحاجة إلى كثير من الأمور والتنظيم فبيوم اللي تتنظم هاي كلها أكيد راح يصير إنجاز مو بس عندنا باليد بكل الألعاب فإحنا ب يعني موضوع كرة ييد يتهيئ لي يراد إنا منشآت يراد إنا برمجة بالنظامنا الداخلية يراد شلون تطور من حكامك يراد لك شلون تطور من مدربيك وفلسفتهم واعتمادهم على مدارس معينة تخدم إمكانيات اللعب العراقي وشلون أيضا الأخوان بالاتحادات أو بالاتحاد شلون تبرمج الحقيقة هذا موضوع كبير إحنا عندنا نقص عندنا مؤسسات الدولة ما بها ربط ما عندها هدف واحد إحنا أهدافنا مختلفة يعني فقلت لك عندنا مؤسسات متقاطعة عندنا قوانين متقاطعة فهذا كله ينعكس بالنهاية على أداء أي لعبة جماعية أو فردية واسمها رياضة العراق الحقيقة أنا من أتكلم لا أتكلم عن كرة اليد بس نحن جزء من هذا المجتمع جزء من هذه منظومة رياضة العراق نحن كل نحن إرادنا برمجة وليس بس كرة اليد الحقيق كابتن يعني لدي أعرف ما هو رأيك بالمقولة التي تؤكد على ضرورة الاستعانة والاستعانة بالخبراء يعني المختصين يعني للنهوض بواقع اللعبة بصراحة إذا تواجدت لدينا الأسماء الكفوئة ولديها الخبرة الكافية هل تعتقد بأنها غير قادرة على العمل الصحيح والسليم يعني جراء التخبط والتدهور بالمنظومة العامة والصعوبات التي ربما تواجهها الخبراء في تطبيق يعني الفكر الفني والتنظيم واستراتيجية التطوير هو ما المقصود بكلمة الخبير يعني ما هو التوصيف الخبير الخبير يعني رجل ممزوج عند خبرات عملية سابقة عند الطلاع واسع بالعلميات وإداريات وعند طلاع واسع بأمور كثيرة فإحنا أما إذا تقصد بالخبير الإداري أو الخبير الفني بالحالتين هي متوفرة بس هذا الخبير من يأتي بأفكاره إذا تريد تطبقها وتلقي هاي الفوضى العاربة بكل شيء فيتحيي لي ما راح يقدر ينتج وأحنا ناس ناس برا يسمونه خبراء نحنا بس ما بيلك شيء أنا أكثر من نحنا نتكلم نبطي المشورة بس من يأخذ فيها من ما يأخذ فيها بعد هذا كيفه بنفس الوقت أحنا قبل يعني من أنت مسؤول أجيك أنا أعطيك فكرة ولازم تنفذها للمصالح العام إذا ما نفذتها أكو مراجعة أعلى منك شيت تراجعها وأخليها توديك إلى الطريق الصحيح إحنا هاي هاي المنظومة منتهي عندنا كل من يصور نفسه هو المسؤول وأنا بكيفي وعلى قدنا مصطلح يستعمله الآن بالوسط وهو غريب وعني هو نشاز أيضا أنه هذا أنا وش تريد سوي سوي يعني فيتهي لأي خبير يجي يعني مين ما تجيب بالعالم كله فهو رح يفشل لأنه إحنا هي تريدها فوضى يعني يعني هو اللي أنت جاي تشتغل معاه أنا ما أقول عنده لأنه إحنا مو إحنا عراقين أنا ما أشتغل عند فلان ولا عند نادي لأ أنا مع النادي الفلاني مع منتخب بلدي أو مع اتحادي فإحنا من أريد نشتغل بهاي هو هو يريد يعني يقول لك أنا أريدها أريد أريد فوضى أريد أتدخل أريد أجوم أفتي يعني هو يريد يفتيلك يعني يعني ينسى أنه أنت مدرم هو نبري يفتيلك يعني ينسى أنك خبير يريد يفتيلك فإحنا الحقيقة إحنا ذريد نخوضه بهاي التفاصيل حنتعب ويتهي اللي أرجع وأقول نرجع إلى تنظيم لوائح وأنظمة حتى تجيب الناس التستحق وهي من الناس اللي تستحق تعرف كيف تبرمج كيف تعرف تجيب الخبراء راحتها بالعمل الإداري أو الفني أما أنا يعني الناس تجيبني حتى تدخل في شوالي الناس تجيبني حتى توصل لمعارب معينة لا إتيلي أنا اللي شفتها أنا أتكلم صورة عامة وليس عن كرة اليد أيضا وهي هو مرض عام موجود برياضة العراق عدنا لرادلنا يعني إحنا عدنا ست قوانين بالعراق تخص الرياضة العراق نافذة متقاطعة قانون الجنال قانون الاتحادات قانون الأندي عدنا قانون البرالامبي عدنا قانون الاحتراف عدنا قانون وزارة الشباب وكلها متقاطعة وكلها نذني الستة بيهن مواد كثيرة مخالف المثاق الأولمبي فالحقيقة إحنا أول مرة خلي سأكون دول سبقتنا بالإدارة والتنظيم يعني شوية إحنا ما نحتاج ذني الستة إذا تسألني رأي رأي الخاص أنه شون إحنا نبربنج لرياضة العراق أنا رأي ذني سيرا منظومة واحدة أحد الدول العربية المهمة عجبتني سبقتنا بهذا الموضوع هاي القوانين الستة جمعتها في قانون واحد اسمه قانون الرياضة للدولة الفلانية بأبواب والباب شون مزارة الشباب باب للأولمبية باب للاتحادات باب هو قانون واحد بمواد وأبواب مفصلة وأمطوا سنة كاملة للاتحادات أن هذا هذا القانون ما تطبقوا حطوا لوائح خاصة بكم أن لا تتعرض لا مع هذا القانون ولا مع الدستور البلد ولا مع الميثاق الأولمبي الدولي حطوا جبوا لي أنا أعتمد هاي خطوطي العريضة أنا كدولة هاي خطوطي العريضة أنا أصرف المال وانا أريد وأنا مسؤولة عن شباب العراق إن كان رياضي أو رياضة جميع هاي القانون هذا باكيج واحد وحطوا أنظمة تساعد على تطبيق هاي القوانين وما تختلفوا إياها وجيب ليها أنا صادق كاتحادات قدم اتحاد سلة اتحاد أي اتحاد أو حتى قوانين الأندي جيبها أنا اعتمدها وإلك سنة ترتب أمورك على هاي تبرمج وأنا سوي وبعد سنة عيد هيكلة رياضة البلد كلها بس موني يريد هذا الحاج يعني خلال سنة نقدر نبرمج خلال سنة نقدر نهيكل ومن جديد لأنه الدولة جاي تدفع ولا واحد يقول أنا دافع من جيبي أنا رجل اشتغلت بار في أحد الدول الناس هي تدفع يعني رجل متمكن الأرض يشتريها المنشآت مالته يدفع رواتب يدفع على مشاركات النادي هذا أجل يدفع من جيبي إحنا بالعراق لا نحن الدولة تنطي إلى الوزارة وتنطي اللي جنال أولمبية وتنطي للأندية وتنطي لأندية المؤسسات الدولة فمن حقها تبرمج أما هذا يدعي أنه أنا أشتكي وتدخل حكومية بالعكس أصلا بلا فلوس الدولة تقول شو ما تقدر تساوي ولا تقدر تشتور أرض أرض الدولة فلوس فلوس الدولة أنت شو تريدها فاوضى يعني الدولة من حقها هاي فلوس ناس فلوس شعب هاي تطيكي حتى تلعب رياضة قصة رياضة للجميع رياضة تنجاز عالي مو فأنت أنت مو كيفك ما تقبل فالحقيقة إحنا هذا موضوع طويل وشاي كان الحقيقة أول من يعني من مجموعة معينة صدت كان في ذلك تحت رعاية وزارة الشباب صدنا وحسينا أنه الوضع بحاجة لإعادة هيكلة لكل قوانيننا اللي إحنا صارها 30-35 سنة ما معقول الناس من سبع سنوات تغير الرياضة علم كل سنة في شيء جديد بعلم التدريب بالفسلجة بالطب الرياضي بقوانين الألعاب حتى لا تقول لقانون القدم كرة القدم الآن يشبه قبل 4 سنوات أو 5 أو 10 وباليد غيره وبالسلة وبالطائرة وبالالعاب الفردية القانون تغير علم التدريب تغير الفسلجة والاختراعات اختلفت نظريات علم التدريب اختلفت طيب إحنا كلها لسه باقينا على القانون وغير القانون يتكيف ليه هو المجتمع يتكيف مجتمعنا الآن غير عن مجتمعنا الثمانين مثلا يعني احنا منحطينا في ذلك الوقت الثمانينات قوانين على ظرف معين الآن اختلفت الظروف مولو لا يعني احنا ليش ليش بس ارجع وقول عدتها اكثر من مرة اكو ناس تريدها فالله مستفيد عن هذا سليم جدا كابتن ظافر يعني تحدثت يعني ما بين الاسطر من كلامك عن الفترة الماضية هل تجد ان هناك تفاوتا بمستوى كرة اليد العراقية ما بين يعني فترات واخرى ما بين لاعب الامس واليوم يعني انت خصوصا كنت مرافقا لفترات ذهبية عديدة ومتواجدا على صعيد المنتخبات العراقية والاندية الكبيرة يا ترى ما هي الاسباب الحقيقية يعني في نجاح المرحلة السابقة هل هي بسبب يعني قوة المنظومة المتكاملة المتماسكة يعني هل الضوابط لها دور وكذلك يعني التنظيم الإداري والفني يعني أقصد هاي كلها إلها عوامل مساعدة لنجاح المرحلة السابقة في الارتقاء والمستوى الفني أنا هذا دائما أعيد باعتباري أنه الناس توجيه لهذا السؤال باعتباري أنا رجل مدرب منتخب وطني تسع سنوات متتالية بالثمانينات منتخب وطني أول وفريقي تسع سنوات بطل دوري بالثمانينات اللي هو الجيش سنة بعدها الرشيد بعدها تحول إسم الكارخ وبالثين وثنين وطلعت بارا وأول الثمايات أنا مدرب منتخب عراق ناشي يعني من عام الثمانينات المنتخبات للثنين وتسعين إحنا في ذاك الوقت أنت سألتني كان في ذلك الوقت كل شباب العراق من بعد الثمانتاش كلها تجهد تجاه رياضي وتلعب رياضي ليش لأنه في ذلك الوقت كان هناك حرب من عام الثمانين في ذلك الوقت لو رياضي ومتميز لو تروح مكان آخر فالكل كانت تقاتل وتجتهد بأفضل ما عدها وليل نهار إن كان مدرب إن كان لاعب إن كان حكم إن كان إداري فيه انضباط لأنه لازم تنضبط حتى تجد مكان لأنه عدنا كم من كبير كلها تريد الرياضة فكان انتقاءنا لللاعب انتقاء كبير وجيد ليش؟ لأنه في عدنا كم هائل بتجه للرياضة لأنه أريد يخلص من من الحرب لو رياضة لا أروح للجبل ماكو خدمة إلزامية فلذلك يجهنب الإضاف قوة أفضل لرياضة العراق في ذلك الوقت هي هو دور الجيش دور قوات المسلحة في ذلك الوقت بكل الألعب فردي وجماعي بمنافسة شديدة وبمستوى وأفضل من أندية الدرجة الأولى ذلك الوقت ما كنا نسمي ماكو تسمية ممتازة لأنه كان أولى وثانية وثالث الأكثرية كانت تسمية بالعراق درجة درجة أولى ثانية وثالث فكان دور الجيش يضيف إضافات كبيرة لأنه دور الجيش في فرق عسكرية في فعالك بذلك الوقت تلعب بكل الألعاب الحقيقة فهذا النشاط العسكري الرياضي والنشاط الرياضي المنضبط ولد إنجازات في فترة الثمانينات ولا أكون أكو فلوس ولا أكو منشآت فمن سألتني على فترة الثمانينات هذا الفرق بين الرياضي الآن والثمانينات كابتن القدير ضافر صاحب يعني بحكم خبرتك الكبيرة وحكم تواجدك ومساهماتك يعني مع الرياضة العراقية يعني بشكل عام هل لديك كلمة أخيرة ترغب أن تضيفها يعني بخصوص لعبة كرة اليد أو أي شيء آخر يعني يخص الرياضة العراقية بشكل عام الحقيقة نحن لرياضة العراق نوجههم يعني هو أنا نحن نوجهك دائما للمسؤولين لأنه هذا يعني أنت أمام حدث تاريخي لبلدك هذا كله يسجل لك هذا شباب العراق حرام أحنا الآن بالرياضة إرادنا إعادة برمجة وسطنا من لوائح وأنظمة وقوانين تحديثها الحقيقة بما يخدم المصالح ونعلن للناس ونشارك الناس بالأنظمة والقوانين وليس بالختلة ونضمضم وأنه هذا هذا قانون مرحلة وهذا لا لا أنت الآن طيب لنفرض بعض منها العشرين ثلاثين سنة حطينا قانون لمرحلة هسه بعد عشرين ثلاثين سنة ما تغير القانون فهذه رادة تشريع فإحنا أنا رأي نصيحة لإخوان المسؤولين عن هذا الموضوع أنه لازم نرجع نبرمج رياضتنا عن طريق القوانين والأنظمة واللوائح ونسويها قوانين رصينة وتخدم بها يعني وأنا متفائل الحقيقة دائما يعني ما أكيد راح يجي يوم تصير هذا الموضوع وعدنا منشآت كثيرة ولو المنشآت صارت بحصة كرة القدم وعدنا عتبي على الأخوان من قلنا إحنا لو عدنا برامج وعدنا خطة ماشينا عليها تشعر ما هسه تتوجهنا إلى كرة القدم تسعين بالمئة من موارد العراق الرياضية يعني من فلوس رياضة العراق هي رايحة بتجاه كرة القدم وهذا خطأ كبير الحقيقة شوف أندية المؤسسات كرة قدم أندية كرة قدم ميزانية كرة القدم واحد الحقيقة كلنا نحب كرة القدم ونعشقها وهي الأكبر جماهيريا بس هذا لا يعني أنه رياضة كرة القدم تلغي رياضة العراق بهذه الدرجة فإحنا الإعلام مساهم بهذا الموضوع الحقيقة ومسؤولين ماشيين وراء هذا الموضوع باعتبار جماهير لا نحن أمام مسؤولية تاريخية أمام رياضة العراق وليس كرة القدم ولذلك اختزلت رياضة العراق بكرة القدم الحقيقة وهذا حتى عند مسؤولين السياسيين في جهل بهذا الموضوع وحتى الأخوان من مجلس النواب ومعدهم جهل بهذا الموضوع أنا أحكي لك ومسؤول عن كلامي وليريد يستفسر وليريد يسألني أنا موجود لشلون أنه في قصر نظر بهذا الموضوع فإحنا أراد أن نرجع ونقول اللواحة والأنظمة والقوانين هي تبرمج الألعاب وتبرمج رياضة العراق وأكيد نصل فيهم الأيام الإنجاز العالي وأفضل من كل السنوات لأنه العراق بيه طاقات كثيرة وبيه فلوس وبيه منشآت هالآن جاية تحدث بس يرادنا برمج الحقيقة يعني أنا ما ريدنا نفوت بعد أكثر بالتفاصيل المشكلة يعني إنه بحنا كل إحنا نرقض ورع كرة القدم إلى مت كل إحنا نحب كرة القدم ونتفرج عليها ونتفاعل مع منتخب بلدنا خاصة عامل للعب أو أنديتنا اللي يتمثل البلد أو أنديتنا المحلية اللي إحنا منتمين إلها أو نتفاعل معها بس مو له الدرجة مو يعني تسعين بالمئة من ميزانية الأندي أو الاتحادات أو بصورة عامة كاللجنة الأولمبية الآن أو حتى تخصيصات رئاسة الوزراء من تقول أحداث معينة كلها تدعم كرة القدم الحقيقة وهذا على حساب الألعاب الأخرى أنا متأكد الدولة ما أطلتك فلوس وقالت لعبوا كرة قدم قالت لعبوا رياضة بس إحنا شون نوزعها هنا تكمن عدم العدالة بالتأكيد كابتن لك مننا كل الاعتزاز والاحترام والتخدير على تواجدك الدام معنا في صدى الرياضة لك مننا كل الحب والود والاحترام مشاهدينها كان معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الكابتن القدير ضافر صاحب المدير الفني ولمنتخبنا العراقي والنادي الشرطة شكرا جزيلا له دعونا الآن مشاهدين الكرام نتوقف قليلا مع فاصل نواصل بعده في قراءة صدى الرياضة لهذا اليوم لا تذهبوا بعيدا فليكم وإحنا مشاهدين هذه عودة إلى الأخبار العالمية المنوعة فيما تبقى لنا من وقت مسموح ضمن فقراء صدى الرياضة لهذا اليوم سنذهب سريعا إلى نجوم الدوري الإنجليزي فقد اعترف الفرنسي بول بوكبا لعب وسط مانشستر يونيتد الإنجليزي بأنه يختلف أحيانا مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو فيما أشار إلى أن ذلك يعتبر حالة صحية تخدم مصلحة الفريق وقال بوكبا لعدد من الصحف إن بعض الأحيان أرى أشياء لا يراها مورينيو وقد يحدث العكس وهذا لا يعد خلافا بين الطرفين وأضاف الفرنسي إنه يملك رؤية خاصة ويتحدث بشأنها مع المدرب لكن بالتالي يبقى القرار للمدرب مؤكدا أن المدرب مورينيو هو من سيقرر مصيري في اليونيتد سواء باللعب أو البقاء متواصلين معكم مشاهدين الكرام أعلن نادي زينت سان بوترسبرغ الروسي انفصال العقد مع مدرب الإيطالي روبرتو منشيني بالتراضي مع نهاية الموسم الحالي وذكرت إدارة النادي الروسي في بيان رسمي اتفقت إدارة نادي زينت والمدرب منشيني على إنهاء التعاقد بشكل مبكر وسيتم إنهاء العقد بالتراضي دون أي تعويضات مالية ويستعد المدرب الإيطالي للتعاقد مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للإشراف على المنتخب الوطني خلال هذه الأيام سنتحول هذه المرة إلى أخبار نجوم السامبا حيث تلقى المنتخب البرازيلي مؤخرا ضربة قوية وموجعة بعدما كشفت وسائل الإعلام في البرازيل عن غياب الظاهير الأيمن داني ألفش عن المونديال المقبل وأكدت وسائل الإعلام والجهاز الطبي أن اللاعب المخضرم لن يتواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية كأس فرنسا مع فريقه باريس سان جيرما إذا المشاهدين الكرام لم يبقى لدينا إلا أن نشكر لكم حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقات رياضية مقبلة حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة الصدى الرياضة أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع هذه تحياتي بلا البداع مع السلامة اشتركوا في القناة